موسيقى وزيرة الداخلية يؤيد استئنافة التواصل مع النظام السوري الاتحاد الاوروبي انتقد دسيس النظام القضائي في النمسا وزيرة العدل تؤكد ضرورة استقلال مكتب النائب العام هاخام يهودي في النمسا يؤكد ان الصهيونية انتهت العثور على عام البناء سلوفاكي مكتول في فندق بفين نشطاء المناخ يعطلون عدد من الرحلات في مطار فين وجواز الصفر النمساوي يحتل المرتبة الثالثة عالميا مرحبا بكم في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم ايد وزيرة الداخلية النمساوية جرهات كارنا مبادرة وزيرة الخارجية الالكساندر شالنبيعج بشأن استئنافة الاتصالات مع رئيس النظام السوري بشار الاسد واكد كارنا ان النمسا والاتحاد الاوروبي اعتزمان تعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد لمكافحة الهجرة غير الشرعية واشار الى تكثيف الاتصالات مع دول الاتحاد الاوروبي لتنصيق جهود مكافحة الهجرة ودعا وزير الخارجية الايطالية انطونيو تاجاني وشالنبيعج الى اعادة النظر في الاستراتيجية الاوروبية تجاه سوريا مشددين على اهمية تعزيز التأثير السياسي من اجل تحسين المساعدات الانسانية وتسهيل عودة اللاجئين انتقطت المفوضية الاوروبية التدخلات السياسية في تعيينات المناصب القضائية في النمسا وذلك في تقرير سيادة القانون بالاتحاد الاوروبي لعام 2024 واشار التقرير الى غيابة تقدم في اشراق القضاء في تعيين رؤساء المحاكم واصلاح مكتب الاتعاء كما دعت الى تحسين قواعد الشفافية لعضاء البرلمان وتعزيز الرقابة على اللوبيات ورغم الاشادة بتقدم اصلاحات منح الاعلانات الحكومية اكدت المفوضية ان النمسا بحاجة الى تحسين تنفيذ هذه التدابير للحفاظ على جفاءة النظام القضائي وشددت وزيرة العدل النمساوية المازادش على ضرورة تنفيذ اصلاحات لاصلاح مكتب النائب العام بعد نشر تقرير لجنة بالناشيك وعرض مارتين كرويتنا رئيس اللجنة نتائج التحقيقات الذي يتألف من 234 صفحة حيث كشف عن تدخلات سياسية وتصرب معلومات وان نظام العدالة ذو طبقتين مما اثار انتقادات من رئيس المحكمة العليا ودع كرويتنا الى انشاء مكتب مستقل للنائب العام ومن جانبها اكدت زاتيش دعمها لاصلاحات الوزارة مشددا على اهمية وجود قواعد واضحة للتعامل مع القضايا البارزة ومنع التمييز وصف الهاخام الاكبر السابق للطائفة اليهودية في النمسا موشي فريدمان اسرائيل بأنها دولة مارقة واجرامية مؤكدا ان الابادة الجماعية في غزة تمثل عارا على المجتمع الدولي وتوقع فريدمان زوال اسرائيل قريبا مؤكدا ان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو سيكون اخر الزعماء وصرح بان الحل النهائي سيكون باقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يحترم الفلسطينيون فيها معتقدات اليهود واضاف ان ازمة التجنيد الاجباري للمتدينين تمثل ازمة وجودية ونصحهم بوقف دعم الحرب ضد الفلسطينيين لجعل موقفهم منطقيا مؤكدا ان قادة اسرائيل سيحسبون على جرائمهم عثر عامل بناء اليوم على زميل له سلوفاكي يبلغ من العمر 29 عاما مقتولا داخل غرفتي بفندق بفيو في فينا وذلك بعد تأخر وصوله الى عمله وعثر الرجل مصابا بصدمة حادة في جمجمته وعلن طبيب الطوارئ وفاته فور وصوله وتولى مكتب التحقيقات الجنائية في فينا مسئولية التحقيق والذي لا تزال تفاصيله غير واضحة حيث تعذر الوصول الى القاتل حتى الان والفندق قريب من محطة قطار فرانس يوسف ويضم 167 غرفة ويوجد مركز للشرطة على بعد 200 متر منهم نظمت مجموع من عضاء حركة الجيل الاخير المناهضة للتغيير المناخي اليوم احتجاجا في مطار فينا مما تسبب في تأخير رحلة متوجهة الى روما وقام المحتجون بمنع الاقلاق عن طريق رفض الجلوس قبل انطلاق الرحلة وإلقاء خطاب كما سكب اربع اخرون طلاق برتقاليا في الصالة الثالثة في المطار للاعتراض على استخدام الوجود الحفوري واضحت احد الناشطات ان المطارات تمثل قمة التدمير الناتج عن الوجود الحفوري ودعت الى معاهدة ملزمة للتخلص منهم وتزامن ذلك مع احتجاجات مماثلة في مطارات عالمية اخرى تحت شعار النفط يقتل وفي خبرنا الاخير حصل جواز الصفر النمساوي على المرتبة الثالثة عالميا حسب مؤشر هنلي للجوازات العالمية الذي تصدره شركة هنلي ان بارتنرز في سنطن وتصدر جواز صفر سنكافورة قائمة اقوى جوازات الصفر في العالم حيث يتيح لحامليه الصفر الى 195 وجهة دون تأشيرة طلتها اليابان والمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا في المرتبة الثالثة الثانية ب192 وجهة وفي المرتبة الثالثة جاءت جوازات صفر النمسا وفنلندا وإرلندا ولوكسنبوغو هولندا وكوريا الجنوبية والسويد ب191 وجهة فيما جاءت جواز الصفر المصري في المرتبة 87 ب52 وجهة فقط وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هوافتكم كنت معكم انا ريم احمد امسيا سعيدة وإلى اللقاء